وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 434 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 73 طن مواد غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 38 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 35 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 608 قضايا من بينها 198 قضية خبز ناقص الوزن و162 قضية خبز غير مطابق للمواصفات